للدعاء باطلاً يمكن أن يلغي الدور المهم للسعودية في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. ولما زاعم زائفة يمكن أن تحجب حقيقة أن ثقل المملكة الإقليمي والعالمي شكل على الدوام سداً منعاً في وجه قوى ظلام ومشاريع الهيمنة الخارجية. مكانة رفضت بشكل قاطع دول عربية وإسلامية ومنظمات دولية عدة المساس بها بأي شكل من الأشكال. فقد أكدت الإمارات أن الحملة المسيسة والشرسة على الرياض تتجاهل التوجهات العقلانية والبناءة لسياساتها. وشددت الإمارات على أن التحريض والتنصيق بين أطراف الحملة لن يتمكن من النيل من موقع المملكة المركزية في المنطقة ودورها الأساسي في محور العقلانية والاعتدال. الموقف ذاته أعربت عنه البحرين برفضها التام لمحاولات النيل من السعودية أو الإساءة إليها. واعتبرت المنامها السعودية ركناً قوياً لاستقرار المنطقة بأدوارها الرائدة ومبادرتها البناءة لأجل الأمن والاستقرار والرخاء على السعيدين الإقليمي والدولي. من جهتها أعربت مصر عن مساندتها للمملكة في جهودها ومواقفها للتعامل مع قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي. حثرت القاهرة من خطورة استباق التحقيقات وتوجيه الاتهامات جوزافا. المملكة الأردنية هي الأخرى أكدت وقوفها مع السعودية في مواجهة شائعات تستهدفها دون الاستناد إلى الحقائق. وأشدت عمان بجهود السعودية في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز التعاون الاقتصادي في المنطقة والعالم. الجمهورية اليمنية هي الأخرى شددت على رفضها الكامل لأي محاولة للمساس بسيادة المملكة ومكانتها. معتبرة أن السعودية تتعرض لسهام كيدية ومغرضة نتيجة لمواقفها مع قضايا الأمة العربية والإسلامية. موقف جامعة الدول العربية هو واضح أيضا، لا للتلويح باستخدام العقوبات الاقتصادية ضد المملكة كأداة لتحقيق أهداف سياسية أو أحادية. البرلمان العربي من جانبه أعرب عن تضامنه التام مع السعودية في وجه الحملة الممنهجة والاتهامات الزائفة ضدها. فيما اعتبرت منظمة التعاون الإسلامي المملكة أو محوريتها في العلاقات الدولية فوق الشبهات التي يروج لها الإعلام المغرد، والذي يستهدف بحسب المنظمة أمن السعودية واستقرارها ومنجزاتها ومسيرتها الإصلاحية.